قداسة البابا ديمتريوس الأول بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة الماركوسية خليفة ماري ماركوس الرسول من سنة 188-230 ميلاديا من مدينة الأسكندرية بمصر الاسم قبل البطرياركية ديمتريوس مدة الإقامة على الكرسي 42 سنة و 17 و 5 أيام محل الدفنة المرقصية بالإسكندرية الملوك المعاصرون كوميدريوس بيرتانيكس نجرا ساويروس كان فلاحا أميا لا يعرف الكراءة والكتابة كان متزوجة وقامة مع زوجته 47 سنة لم يعرف أحدهم الآخر معرفة الأزواج وحدث في الغد أن وجد القديس ديمتريوس عنقودا من العنب في غير أوانه فحملوا إلى القديس يوليوس بقصد نيل البرقة فأمسك الأب البطريارك من يده وقال للحاضرين هذا بطريارك بعدي ثم صلوا عليه فأمسكوه بقوة إلى إن اختار بطرياركيا فامتلأ من النعمة السماوية وأنار الرب عقله فتعلم القراءة والكتابة ودرس كتب الكنيسة وتفسيرها وهو الذي وضع حساب الأبقضي الذي به يستخرج موعيد الأصوام على قواعد ثابتة ولذلك اهتم البابا ديمتريوس بوضع قواعد ثابتة للأصوام والأعياد المسيحية وضم الأربعين المقدسة إلى إسبوع الألام وكان الله مع هذا الأب لطهارته وكان قد منحه موهبة إنه إذ أكمل القداس وتقدم الشعب لتناول القربان المقدس ولي قسرت تبكيت الخطى وحسهم على التوبة والطهارة تزمر بعضهم وقال هذا الرجل المتزوج فكيف يوبخنا فأراد الله تعالى إظهار فضيلته فأتى الملاك الرب في ليلى وقال له يا ديمتريوس لا تطلب خلاصك وتترك غيرك يا هلك في الشك فاستوضح الأب هذا القول وقال له يجب أن يكشف للشعب السر الذي بيني وبيني زوجتك حين يزول عنهم الشك وفي الصباح بعد أن أقام القداس الإلهي أمر الشعب عدم الخروج من الكنيسة ثم أخذ جمرة ووضعها في أزرار زوجته وطاف الإثنين الكنيسة ولم يحترق سيابهم فتعجب الشعب من هذا المعجزة ثم عرفهم أنه زوجته لم يعرفها بعضهم المعرفة الزوجية إلى اليوم فزال عنهم الشعب الشك ويتقونه طهارة هذا الأب وبتليته وظهر في أيام مخالفون منهم إقليموس وأرجانوس وأريانوس وغيرهم ووضع كتب مخالفة فحرمهم ولم يفتر أيام رأساته عن التعليم وسابات المؤمنين في الإيمان الصحيح ولما قبر وضعف كان يحمل على محفة إلى الكنيسة ليعلم الشعب ثم تنيح بسلام صلاة تقوم معنا أمين